السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو 11 من سلسلة Power Pivot اليوم سنتحدث عن فنكشن جديدة من دول الداكس اسمها Use Relationship وهنشوف ازاي باستخدام الفنكشن دي ممكن اضع تعامل مع اكتر من تاريخ داخل نفس جدول المعاملات وليكن مثلا عندي جدول فيه Sales Orders ده جدول المعاملات بتاعي والجدول ده فيه عمودين للتاريخ التاريخ الاول بتكلم على تاريخ الأوردر نفسه والتاريخ التاني هو تاريخ تسليم الأوردر او تاريخ شحن الأوردر للعميل كالعادة هنشوف ست حاجات اول حاجة هنبدأ مثال جديد فهناخد جداول Excel وحنعملها اضافة الى نموذج البيانات وحنشوف ازاي ممكن نعمل كده بسرعة قوي كمان هنشوف ازاي ممكن نزود جدول تقويم زمني جوه نموذج البيانات شفناها قبل كده في فيديو سابق كمان هنشوف ازاي ممكن نعمل علاقات وانتو ميني مبين الجداول دول عشان نقدر نشتغل بالداكس ونعمل المعادلات اللي احنا محتاجين نعملها والريبورتات اللي احنا عايزين نطلعها في الاخر بعد كده هنبدأ نحسب قيمة اوامر البيع وعدها سنويا عن طريق فانكشن اسمها كاونتروز العدد طبعا هو اللي هيكون عن طريق الفانكشن اسمها كاونتروز والتوطل هيكون عن طريق معادلة سام كاونتروز معادلة جديدة او مرة نتكلم عنها المرة دي كمان هنشوف ازاي ممكن نعمل انشاء علاقة غير فعالة ممكن نعمل اين اكتيف ريليشن مبين جدول تقويم الزمني او الكالندر مبين جدول المعاملات وحنشوف ازاي دي مهمة جدا عشان هنستخدمها بقى في الخطوة الاخيرة نحن نستخدم الفانكشن اسمها عشان نعمل حساب لاوامر البيع المسلمة مش بس اللي تم اصدارها مش المصدارة لا كمان اللي تم تسلمها او اغلاقها وازاي ممكن نحط الاثنين مع بعض زي ما اتفقنا جوا بيفو تيبل واحد مثال جديد النهاردة زي ما حاك شايف عندنا جدولين موجودين في excel sheet الجدول الاولاني ده جدول المعاملات بتاعنا موجود في sales orders اول قلم في رقم ال order بعد كده رقم ال customer وبعد كده order date وبعد عندي معلومة ال vat او ضريبة المبيعات او القيمة المضافة وبعد كده اجمالي قيمة البيع including القيمة المضافة وبعد كده عندي ship date او التاريخ اللي حصل فيه شحن للعميل او تسليم للعميل وعندي جدول صغير في customer ID ده جدول من جدول البحث جدول صغير في customer ID او customer code وال customer name ويهي مطلوب مني زي ما اتفقنا انا اعمل تقرير يوريني مثلا وليكن في سنة من السنوات خد بالك ال order date ده في ثلاث سنين 2021 و2020 و2019 فمثلا عايز اشوف مثلا سنة 2019 حصل فيها قد ايه orders كام order تم اصداره وكمان قيمت ال orderات اللي تم اصدارها قد ايه والتسليمات كمان قيمتها قد ايه وعدادها قد ايه في كل سنة من السنين وممكن كمان على كل عميل من العملاء يعني اشوف كل عميل لوحده او العملاء كلهم مع بعض وطبعا هستخدم جدول البحث ده عشان اقدر استخرج او اقدر اجيب ال customer name وحنشئ داخل data model هقدر انشئ كمان جدول تقويم زمني او calendar عشان اتعامل مع موضوع dates ويبقى الموضوع اسهل زي ما اتفقنا لازم يكون عندك جدول تقويم زمني علشان تشتغل وتستخدم دوال الوقت الزاكية وكل امكانيات الداكس المتاحة طيب اول حاجة عايز اودي ال two tables اوديهم على طول على data model اسهل طريقة هروح على power pivot ribbon وانا مختار الجدول الاولاني هلاقي حاجة اسمها add to data model اول ما هادوس عليها على طول هيفتح لي ال power pivot window وحلاقي زي ما احراك شايف كده على طول ودالي الجدول الاولاني على ال power pivot او على data model ادي اول جدول له اسمه sales order وادي كل البيانات بتاعته نرجع تاني على الجدول التاني وانا واقف برضو على ال power pivot ribbon هروح على add to data model هتلاقي على طول الجدول التاني كمان راح على data model فكده شفنا ازاي ممكن من ال window بتاعت ال excel ابعت ال tables على طول لكن طبعا لازم يكون زي ما احنا عملنا يكون two tables already في table format وليهم اسامي الاول كان اسمه sales order والتاني اسمه customers ولما ودناهم على data model زي ما احراك شايف راحوا باساميهم الاولاني اسمه sales order والتاني اسمه customers اسهل طريقة علشان اودي tables بشكل مباشر على طول على data model الخطوة اللي بعد كده عشان اكمل data model بتاعي ان انا انشئ جدول تقويم زمني او calendar table احنا كنا قريدي عملنا حلقة كاملة بتكلم عن الموضوع ده وشوفنا اكتر من طريقة لانشاء جدول التقويم الزمني كان الفيديو الرابع pp04 هتلاقي اللينك بتاعه موجود دلوقتي ممكن ترجع له وهتشوف زي عملنا باستخدام الاكسل العادي المعادلات الاكسل العادية او باستخدام الpower query او كمان من الpower pivot window وده اللي هنعمله النهاردة وانت على ال design ribbon هتلاقي حاجة اسمها date table لو دست عليها هتلاقي اسمها new لو دست على new دي هو الواحد وهينشئ لك calendar وهيكون فيها كلام اساسي الكلام الاساسي ده في التواريخ وهي تواريخ متصلة بدأة من تاريخ معين هقول لك حالا جابه منين وبعد جاء تقسيمات للتاريخ قدر يحدد لك كورم فيه السنة كورم تاني فيه رقم الشهر كورم كمان فيه اسم الشهر ادي اسم الاسبوع وكمان الكورترات كورتر 1 كورتر 2 و هكذا وممكن هنعك تضيف تقسيمات اخرى لو انت عايز رقم الاسبوع او اي تقسيم تاني هنعك محتاجه ممكن تضيفه عن طريقات كورم تزود معادلات وتشتغل بهذا الشكل طيب تعالى نشوف التواريخ اللي موجودة هنا لو رحت على date table هتلاقي جاب لك ادي الرينج هو اللي هو جابه من 1-1-2019 حتى 21 ديسمبر 2021 طيب جاب التواريخ دي منين والليه استخدم التواريخ دي تحديدا لان دي اللي موجودة في sales order هتلاقي لو رحت على sales order هتلاقي مثلا وليكن الorder date هتلاقي بيبدأ من some time في شهر يناير 2019 وهتلاقي اخر حاجة في شهر مارس مثلا 2021 فبالتالي فهم ان سنة 2019 لغاية 21 هي السنوات اللي دخلها معاك وبالتالي بشكل تلقائي انشألك الكالندر تبدأ في السنوات اللي حرارك اشتغلت بيها وزي ما قلنا التواريخ متصلة واهميتها وكيفية الاستفادة منها ممكن ترجع للفيديو اللي تكلمنا عنه بتفصيل عن هذا الموضوع موسيقى كده الموضل بتاعي بيجاهز او تقدر تقول فيه tables المطوبة كلها sales order وال customer وال calendar عايز بقى اربط الحاجات دي مع بعض او انشئ علاقات ما بينهم ممكن اروح اطول على ال diagram view اما من ال home ribbon على يمين هنا diagram view او تحت خالص على يمين برضو اول ما حدوس على الايكون ده زي ما انت شايف هيظهر لي diagram view ادي تات جداول بتوعي sales order زي ما قلنا ده جدول المعاملات هجيبه في النص وال customers جدول البحث الاول وال calendar جدول البحث التاني خليهم على يمين وعلى الشمال ونبدأ ننشئ العلاقات وزي ما اتفقنا العلاقات كلها هتكون one to mini وعشان انشئ علاقة one to mini ابدأ من one side دائما موجود ناحية جدول البحث ال customers ده جدول البحث عايز اربط ال customer code مع ال customer code عشان اقدر بعد كده اعمل تقرير باسم ال customer وانا مختار ال customer code هدوس هعمل click وابدأ طبعا click شمال عادي وابدأ اسحب لغاية ما اروح على target بتاعي اللي هو ال customer code اللي موجود في sales order وده الميني side والميني side موجود دائما في جدول المعاملات واول موصلهم ببعض كده هسيب ايه دي على طول الاكسل هينشئ العلاقة هي بقت one to mini ادي one رقم واحد وميني تمثل الاستريك اللي موجودة هنا ولو اخترت العلاقة دي ال relation دي هتلاقي على طول معلم لك على customer code في النحياتين يبقى كده هتلاقي على طول عملت علاقة صحيحة وسريمة بين الجدولين one to mini نفس الكلام من الكالندر عايز اربط ال date بواحد من الاثنين dates اللي موجودين هنا في order date وفي shape date اخد بالك وان سنة انا ربطت واحد فيهم يبقى هقدر اعمل تقارير بدلات واحد فيهم يعني انا ربطت ال calendar date بال date بتاع ال order وده لحبين الوقتي حالا هم ربطتهم ببعض على طول يبقى انا كده التقارير بتاعتي هتكون مبنية على order date order date هو تاريخ اصدار sales order او امر البيع هو ده اللي هقدر اعمل به report لكن مش هقدر اعمل report في الوقت الحالي بالship date او بتاريخ الشحن كده خلاص الموديل بتاعي بقى جاهز و relations كلها جاهزة دلوقتي في screen من فوق هتلاقي اللينك بتاع الفيديو pp01 او الفيديو الاول فيه تفاصيل اكتر عن موضوع one to many relations ممكن ترجع له وتتفرج على الموضوع من اوله خالص موسيقى تعالى بعد نبدأ نحسب الماجرز بتاعتنا وعشان نعمل كده لازم الاول نروح على data view زي ما اتفقنا من تحت هنا على يمين لو دوست على grade دي هتجيبلك على طول data view تعالى نحط كل الماجرز بتاعتنا جوه ال table اسمه sales order فهختار sales order وبعد كده الجزء اللي تحت زي ما اتفقنا اسمه major grad فحقف هنا وابدأ اكتب الماجرز بتاعتي انا عايز اول ماجر يحسب لي صافي قيمة البيع طبعا نحن هنا عندنا total value وعندنا قيمة الفات او قيمة ضريبة القيمة المضافة لو طرحتهم من بعض وعملت بس عملية جمع على طول حقدر اجيب صافي قيمة ال order او قيمة كل order كان بالزبط فتعالى نكتب اسم الماجر مع بعض ممكن اسميه نقطتين يعني معنى اسم الماجر خلص واقل يعني ابدأ اكتب الفورمولا او ابدأ اكتب الماجر بتاعي فاول حاجة عايز اعمل فاستخدم الفنكش اسمها مجرد عامية تجمع عادية خالص عايز احط جواها ال column الاسمه total value ممكن اختاره على طول بالماوس لو اخترت ال column بالماوس هيكتب لي اسمه على طول اسم ال table واثنين سكوير براكت جواهم total value ممكن اقفل القوس وبعد كده minus هاترح منه sum وعايز المنادي برده من نفس ال table عايز ال column اللي اسمه وفات فممكن ابدأ اكتب بقدينا اكتب sales order وبعد كده انزل بالاختراض تحت هتلاقي اهو اخر واحد sales order وبعد كده لو اخترت وعملت tab ممكن بعد كده اقفل القوس وادوس enter يبقى كده على طول حرك ده net order value وممكن افتح هنا شوية عشان اشوف ال amount ده كده الاجمالي العام زي ما حاك شايف الرقم ده يمثل اجمالي ال table بالكامل وممكن اعمل number formatting عشان لما اعمل pivot table يجيلي بالnumber formatting بتاعه دي ممكن اخليها currency طبعا ال order value بالcurrency فممكن اختار currency وممكن اقل decimal places اخليها zero decimal places فكده حركة على طول بقى عندي net order value طيب عايز number of orders ممكن اعمل major تحتيه اسميه number no وبعين dot اختصار number وبعد كده of orders ونقطتين واقل وده ممكن استخدم له معادلة ضريفة جدا اسمها count rose هبدأ اكتب count وبعدين R count rose وده تتطلب مني table فهختار ال table انا واقف عليه الاسمه sales order هكتب sa اول اختاره sales order اسم ال table وممكن اقفل ال course ودوس enter هيديني ال count 265 ده اجمالي عد السطور اللي موجود في ال table ده وبعد كده لما هروح ال pay في ال table حسب التقسيمات او حسب الفلتريشن حسب ال filter context اللي جاي من ال pivot table ممكن اختار الايكون بتاع pivot table ده اول ما هدوس عليه هيرجعني تاني على ال excel window ويممكن اختار existing worksheet ويممكن اختار من هنا وابدأ اختار الشيت اللي اسمها pt وممكن اختار اي location فيها وليكن هنا مثلا في c وادوس على اوكي اوكي مرة كمان هينشئلك pivot table ادي pivot table 1 وادوس الفيلد list على يمين وتعالى نعمل pivot table صغير اول حاجة من ال calendar ممكن اختار more fields وعايز السنوات ممكن right click add as a slicer هعمل slicer صغير للسنوات محتاج كمان من ال customers عايز slicer تاني للكustomers هختار customer name right click وقوله add as a slicer بقى عندي اثنين slicer واحد للسنين واحد وواحد customer name بعد كده ممكن اروح تاني على ال calendar واختار منها month احطها في rows فبقى عندي listة بكل شهور ممكن اختار مثلا سنة وليكن 21 وبعد كده انزل على sales order واختار تحت الميجرز بتاعتي اول حاجة net order ادي net orders بتاعت الشهور اللي موجودة لسنة 21 دي الارقام بتاعتها وبعد كده number of orders عندي 23 order في التلات شهور دول دلوقتي انا مطلوب اضيف معلومتين كمان على ال pivot table مطلوب ان اضيف قيمة الاردرات اللي تم شحنها قريدي في شهر فبراير انا عندي هنا الاردرات اللي تم اصدارها في شهر فبراير ولكن ما عنديش ما تم شحنه او تم تسليمه للعملاء في شهر فبراير سواء كان قيمة الاردرات دي او حتى العدد بتاعها وزي ما اتفقنا اتعا نرجع مع بعض تاني على ال diagram view لو بصير هنا على شكل data model العلاقة اللي موجودة ما بين ال calendar table وما بين ال sales order table مبنية على ال order date عشان كده او انا بعمل عملية الجمع او عملية عد سطور كان كلها مبنية على ال order date المرة دي عايزة تكون جاية من ال date رايحة لغاية ال shape date لكن هل ال excel بيسمح لي هل الت model بيسمح لي انشئ علاقتين ما بين نفس الجدولين هل ده مسموح تعال نجرب ونشوف انا هختار اهو ال date وحبدأ اسحب من ال date واروح على ال shape date واول ما يوصانه لبعض هسيب ايدي وتعال نشوف ايه اللي هيحصل هتلاقي فعلا فيه علاقة تانية انشئت ولكن معمولة بالخط المنقط ده مش خط متصل الخط المنقط كده ما هواش خط متصل طب ده معناه ايه تعال نروح على العلاقة الاصلية اللي هي من ال date ال order date وهي معاها double click كده وتعال بص كده ادي وصف ادي الجدولين هم وال two fields الازرق دول يعني دي العلاقة بين الاثنين two fields دول وبص تحت كده هتلاقي ايه active ومعاها على check mark زي ما انت شايف كده طب اقول له cancel روح اختار التانية double click عليها كده هتلاقي نفس الكلام بالزبط بس مش اكتف مش معمولة check على active معناه كده ان العلاقة من القطة دي علاقة مش اكتف ودي تاني واحدة انشأتها by default بتبقى مش اكتف يعني ما قدرش اخلي علاقتين في نفس الوقت اكتف لكن ممكن اعمل واحدة اكتف واي report ببنيه by default بيشتغل على العلاقة الاكتف دي ولكن ال اين اكتف دي هتفضل موجودة مش هتشتغل غير لما استدعيها وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي حالا عشان اقدر استدعي العلاقة اللي ما بين الجدولين اللي ان اكتف ريليشن لسه عاملها دلوقتي حالا محتاج استخدم الفونكشن اللي اسمها use relationship ولكن مش هادر استخدمها لوحدها لازم استخدمها جوه فونكشن تانية اسمها calculate وكالكليوت لها استخدامات كتير قوي وشوفناها في اكتر من مثال في الحلقات السابقة ووظفتها الاساسية انها بتساعدني ان اغير filter context اللي جاي عن طريق ال pivot table اللي انا بنشئه عشان اطلع منه المعلومات اللي موجودة جوه ال data model طيب بتاع نكتب مع بعض اول حاجة حدي اسم للماجر الجديد المرة دي بقى هسميه net ship value نقطتين واقل وتاع نكتب مع بعض function calculate c a او الاختيار calculate tab وابدأ اكتب محتاج مني expression محتاج اعمل evaluation لماجر تاني في الحالة بتاعتنا هختار الماجر اللي انا لسه عامله اللي اسمه net order value هفتح square bracket هيديني اسامي الماجرز اللي عندي اول اختيار net order value هعمل tab وبعد كده comma البرامتر التاني محتاج مني filter الفلتر اللي هستخدمه هو function اللي اسمها use relationship اغلما هكتب كلمة use اول اختيار function use relationship وهعمل tab تطلب مني اتنين برامتر بتطلب مني بالزبط ايه هي اسامي الكلومز اللي انا استخدمتها في الان active relationship في الحالة بتاعتنا العلاقة دي كانت ما بين calendar table العمود اللي اسمه date او column اللي اسمه date وده اول اختيار عندي خالص متعلم عليه بالازرق هعمل tab وبعد كده comma الاختيار التاني الميني سايد طبعا ببدأ دايما بالone سايد الone سايد موجود فيه look up table الاسمه calendar الكلوم الاسمه date ولكن الميني سايد موجود في الtable الاسمه sales order والمرة دي كانت مع الكلوم الاسمه ship date هاختاره واوما يتعلم عليه بالازرق اعمل tab واقفل القوس بتاع use relationship وبعد كده اقفل القوس التاني بتاع calculate وادوس على enter واعمل number format سريع ادي نفس الاجمالي بالزبط بتاع net ordered value لو تلاحظ ولكن هنشوف دلوقتي جوه ال pivot table لما نعمل تقسيمات ويخش filter context الارقام دي هتغير ازاي تعالى كمان نعمل الماجر الاخير المرة دي عايز عدد ال orders اللي تم شحنها فهسمي الماجر ده number of ship orders نقطتين واقل نفس الكلام بالزبط هستخدم calculate محتاج مني ماجر المرة دي هستخدم الماجر التاني اللي اسمه number of orders كما نفس الفنكشن use relationship العلاقة نفس العلاقة بالزبط ما بين ال calendar date و المني سايد موجود فيه sales order ship date هاخترها هي كمان نقفل القوس الاولين بتاع use relationship ونقفل القوس التانية الخاصة اجوداتي. هعلم على الاتنين. وتعالى نشوف المنظر عامل ازاي. ادي حضرتك اول شهر فبراير مثلا. كان عندي روما سبعتاشر الف وستم دولار. ده قيمة الارضارات اللي تم اصدارها في شهر فبراير. عبارة عن تسع ارضارات. ولكن اللي تم شحنهم سبع ارضارات. قيمتهم تبتواني سبعة وتتين الف وربعمية. نفس الكلام في شهر يناير. هتلاقي عادل ارضارات وقيمتها تختلف عن عادل ارضارات اللي تم شحنها وقيمتها. ويقدر اقلب في الريبورت ده عن طريق السنوات. ممكن اختار 2019. عشرين او واحد وعشرين. او ممكن اختار اعميل بعينه. واشوف قد ايه تم شحنه. وقد ايه تم عمل ارضارات ليه في خلال فترة معينة. باستخدام يوز ريليشنشيب. وباستخدام الين اكتيف ريليشن. زي ما شفتنا مع بعض. وبكذا نكون وصلنا لهاتي الفيديو. لو عجبك. لو سمحت اعمل لايك. واشترك في القناة. وسيب لي تعليق. وهتلاقي هنا لينك للسلسلة من اولها. ممكن تتفرج عليها من البداية عشان تستفيد من الاول. وكمان لينكات لسلاسل وفيديوهات اخرى. منهم مثلا سلسلات الباور كويري. وبعض الموضوعات الاخرى. ممكن تاخد فكرة عنهم. وشكرا جدا لوقتكو. واردكو استفدتو. وشكو في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة.